يا سيدة خلينا أقول لك نعمل افتراض كالتالي افتراض كئيب يعني سوداوي نفترض أنه انتهى وجود غزة حتى فيش اشي اسمه قطاع غزة في الحالة الفلسطينية فيه اشي اسمه الضفة الغربية وفيه سبع مليون فلسطيني لاجئ في الشتات وهؤلاء لديهم نفس المطالب ونفس الأحلام ونفس الطموح السياسي ونفس الأهداف السياسية ونفس الدافعية الوطنية بالضبط كما لدى الفلسطيني في قطاع غزة وهؤلاء هم من أبناء الشعب الفلسطيني الذين لم ينسوا قضيتهم ولازالوا مستمرون في النضال الآن تتفاوت حسب المراحل مستوى النضال درجته من ينخرط فيه بشكل أكبر السنادة لظروف موضوعية السلام عليكم أنا عبد الرحمن الناصر وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق ضيف اليوم الدكتور أحمد عطونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية يستشرف ضيفي المسارات والسيناريوهات السياسية لفلسطين بعد 7 أكتوبر تحدث أيضا عن حماس وعن حضرها في فلسطين وليس فقط في غزة أيضا تعثر المشروع الإسرائيلي في المنطقة وزيف الصورة العسكرية والأمنية وأيضا الإنسانية لإسرائيل وأخيرا تحدث عن مستقبل التطبيع أتمنى لكم مشاهدة مفيدة أهلا وسهلا دكتور أهلا بي طفل الأقصى كانت زلزال عسكري حقيقة لكن أيضا سيكون لها استتباعتها كزلزال سياسي ربما قد يطال مش بس أطراف إقليمية ربما قد يخرج إلى مساحة دولية في بعض السياسات بعض الدول هو ليس فقط زلزال عسكري هو زلزال في اتجاهات مختلفة وذات طبيعة متعددة الأبعاد على المستويات المختلفة على مستوى الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى الإقليمي وأيضا حتى في سياقه الدولي وبالتالي أعتقد أن هذا الحدث 7 أكتوبر ولعله من الموافقات أو التوافقات الغريبة أن يكون في أكتوبر لأن أكتوبر في الذاكرة العربية وفي ذاكرة المنطقة وفي الذاكرة الإسرائيلية حدث لم يتكرر حتى الآن أعتقد أن 7 أكتوبر سيكون شبيه بأكتوبر 1973 ولكن بسياقات مختلفة أكيد وبنتائج مختلفة وما إلى ذلك هو زلزال كبير على المستوى الإسرائيلي لأنه كسر مجموعة من النظريات والافتراضات والسياسات الراسخة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وبدولة إسرائيل كان يعتقد أن هذه الدولة هي التي لديها الجيش الذي لا يقهر هي دولة تخوض حروبها بشكل خاطف وسريع وتنجز أهدافها هي دولة اعتاد الناس بأنه لديها منظومة أمن قد لا يكون لها مثيل في العالم قادرة على الوصول لكل الأهداف ولكل الأشخاص وتضرب أينما تشاء وقتما تشاء وبدون حساب وأحيانا دون أن تترك أثر وأفضل تكنولوجيا في العالم أنت تعرف أنه كانت إسرائيل توصف دائما في الهاي تيك بأنه هذه قد تكون الدولة الأولى أو من الدول الأولى في العالم وأفضل تكنولوجيا إسرائيلية وأفضل تكنولوجيا في العالم هي على حدود قطع غزة كل ذلك تبخر بطريقة غريبة مفاجئة مباغتة انهارت التكنولوجيا ولم تفعل أي فعل حقيقي الجيش الإسرائيلي الأقوى والأكثر لديه تقنيات وأليات وما إلى ذلك يحدث حالة فوضى وانهيار في منطقة جنوب فلسطين وعلى حدود قطاع غزة والأمن الذي يفترض أنه يتوقع الأحداث ويتوقع السلوك ولديه قدرة عالية ويتوقع سلوك الفصائل الفلسطينية أيضا لم يتوقع شيء فهي ضربة كبيرة جدا طيب أنا حابب ناخد السياق اللي حصل بعض طفان الأقصى إلى سؤال عن التوازنات بتاعة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ما أثار طفان الأقصى على السلطة الفلسطينية وتوازنتها الداخلية أنا فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية دعنا نضع الموضوع ابتداء في سياق فلسطيني في السياق الفلسطيني العام هذه العملية هذه الحرب جاءت في ظل واقع فلسطيني صعب ومعقد على أكثر من صعيد وفي قضايا في مداياتها أو في أبعادها الاستراتيجية كانت معقدة أولا كان الفلسطينيين يعانون ومنذ زمن بانغلاق تام للأفق السياسي معنا أنه 30 سنة على أوسلو والوعد بإقامة دولة فلسطينية دون أن يقام للفلسطينيين ليس فقط دولة دون أن يكون لدى الفلسطينيين سلطة ذات قيمة في البيئة الدولية لديهم سلطة محاصرة في قطاع غزة تعاني بشكل شديد جدا بسبب الحصار الخانق وفي سلطة في الضفة الغربية وعلى لسان رئيس السلطة قال بأنه ليس لها حول أو قوة واستخدم تعبير حتى مهين للفلسطينيين عندما قال أنه نعيش تحت بساطير الاحتلال وفي مرة في مقابلة قال أنه مجندة إسرائيلية من جيل أحفاد وهي تقرر إذا كان مسموحا أن يمر عن هذه نقطة التفتيش أو ينتقل أو لا ينتقل وإسرائيل بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 وما أطلق عليه عملية الصورة الواقع عام 2002 اجتاحت الضفة الغربية ولم تعيد الاعتبار مرة أخرى لاتفاقية أوسلو بمعنى أصبحت إسرائيل تمارس السيادة بن قوسين السيادة الكاملة على الضفة الغربية في كل الأشياء في الأمن وفي الاعتقال وفي القتل وتدخل إلى مراكز مدن الضفة الغربية انتهت مناطق ألف وباوجيم وانتهت تصنيفات ألف وباوجيم بحيث أنه يمكن أن يدخل الجيش الإسرائيلي إلى أي نقطة في الضفة الغربية ما تشاء كان هذا الواقع في الضفة الغربية على مستوى السلطة وبالتالي كانوا الفلسطينيين بدون أفق سياسي لأن حل الدولتين لم يعمل لم يستطيعوا أن يقيموا دولة فلسطينية وفي حالة اهتراء في المؤسسة السياسية الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية يتم التلاعب بها واستدعائها يعني متى شاء الفريق المتحكم في السياسة الفلسطينية ويتم تهميش شاء إلى سنوات طويلة إذا ما شاء أيضا مؤسسات السلطة الفلسطينية أيضا اهترأت المجلس التشريعي تم تعطيله وتم حله الرئاسة أصبحت استحوذت على جزء كبير من السلطة التنفيذية التي هي من صليحات مجلس الوزراء مجلس الوزراء ضعيف ليس لديه سلطة في غزة ليس لديه سلطات حقيقية بسبب وجود الاحتلال في الضفة الغربية فنحن كنا في حالة سياسية على مستوى الأفق الأفق مغلق على مستوى المؤسسة المؤسسة مهترئة وضعيفة على مستوى الانقسام ترسخة ولم يتمكن الفلسطينيين من الخروج من الانقسام بأي طريقة وكانت هناك محاولة قبل سنتين لإجراء انتخابات تشريعية على أمل ورئاسية على أمل انهاء الانقسام ولكن احبطت في آخر لحظة إذا كان الوضع السياسي العام الفلسطيني مرتبك مفكك إذا جازت عبير في الضفة الغربية الوضع كان على الصعيد الوطني أكثر سوءا بكثير مما هو عليه في غزة في غزة في حالة وطنية نوعية مقاومة تحدي للاحتلال ما إلى ذلك حتى حرية عمل وطني فلسطيني للفصائل ولكن كان حسار حسار خانق في الضفة الغربية في شكل من أشكال العيش المعقول فلسطيني على المستوى الحياة اليومية ولكن في انعدام للمستقبل السياسي في ضعف في الحالة الوطنية في جرأة عالية وعربدة للاحتلال والمستوطنين وأضف إلى كل ذلك التنامي الهائل في عدد المستوطنين ترب العدد من 750 إلى 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية جدار الفصل العنصرية العربدة في القدس وفي المسجد الأقصى فهذا كان السياسي أعتقد أن الأزمة كانت في أن السلطة الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية بالذات في الضفة الغربية في رمالله وصلت إلى حالة من الاستسلام لهذا الواقع والعجز عن تغييره وهذا تجلى بشكل كبير جدا إذا كنت تلاحظ وأكيد الجميع لاحظ في خطبات السيد أبو مازين في الأمم المتحدة التوسل مشان الله يحمونا ويحمونا وأصبحت مادة تندر لدى الفلسطينيين ولكنها تعبير حقيقي عن حالة السلطة الفلسطينية في عجز في استسلام للواقع لأنه لا نستطيع أن نغير الواقع وبالتالي أصبحت الصيغة أقرب لوجود بلدية موسعة في الضفة الغربية ولا يوجد سلطة سياسية وبعض الأحزاب الصهيونية والمعلقين الصهيونيين أصبحوا يطلقوا على سيد أبو مازين رئيس بلدية رامالله لأنه ابحث عن الصلاحيات لا تجد تجد وقدم خدمات للسكان والصحة والتعليم وتجمع النفايات وما إلى ذلك هذه صلاحيات بلدية كل الصلاحات السياسية الاحتلال أعاد الاستلاء عليها وبالتالي كان هذا هو الواقع ولزال طبعا جاءت هذه العملية هذه المعركة لكي تحدث هزة عميقة في أوساط الفلسطينيين وكونا نتحدث عن الضفة الغربية في الضفة الغربية على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي على المستوى الرسمي أعادت مرة أخرى النقاش أنه نحن نحتاج إلى برنامج سياسي وبدنا نشوف بين بدنا نروح طب شو الأفق طب كيف وعلى المستوى الشعبي أنه في حالة مختلفة في قطاع غزة في مقاومة شرسة وفي حرب وأيضا في اعتداءات صهيونية وفي تغول ومبالغة في الاعتداءات وفي القتل وفي الإجرام في الضفة الغربية هذا أحدث صدمة نتائجها لم تتضح بعد لذلك أنا أعتقد أن الضفة الغربية وما سيترتب على هذه المعركة تجاهها سيظهر في المستقبل القريب ودعنا هنا كونه نحن في بداية الحديث نشير أنه عندما نتحدث في كل الملفات في كل الأشياء نحن نتحدث في محاولة للاستشراف مرتبطة بمعركة لا زالت قائمة وما يترتب على هذه المعركة تطور المعركة في الميدان نتائج هذه المعركة ستكون حاسمة في ترجيح المسارات في الموضوعات المختلفة أو في ترجيح السيناريوهات بمعنى كيف سيكون عليه الحال في الضفة الغربية سواء على المستوى السلطة أو على المستوى الشعبي مرتبط جدا بنتائج المعركة في قطاع غزة وأنا بشكل واضح وصريح وأتحدث في هذا أكثر مرة وأعيد التأكيد علي مرة أخرى أنه إذا يعني تمكن الاحتلال من إنجاز أهدافه في قطاع غزة في هذه المعركة ونحن جميعا ندعو أن لا يتمكن وإن شاء الله لا يتمكن من ذلك لن تكون لن يكون قطاع غزة الضحية فقط الضحية التالية التي لن تأخذ وقتا طويلا ستكون الضفة الغربية وسيكون سيكون تطبيق ما يعرف بخطة الحسم التي تتبناها هذه الحكومة الفاشية في إسرائيل والتي قدمها الوزير المتطرف سموتريتش ستكون ستوضع محل التنفيذ في الضفة الغربية خلال سنوات وهذه الخطة تقضي أو تفضي في نهاية المطاف إلى تهجير الفلسطيني باتجاه الأردن تصفية القضية الفلسطينية وبالذات تهجير الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الأردن لأنه يعتقد بأنه الوجود اليهودي أو الصهيوني المرتبط بالإدعاءات التاريخية والأكاذيب الدينية هو في الضفة الغربية في الضفة الغربية في القدس وفي رمالله وفي الخليل وفي نابلس تعرف الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبر يوسف في نابلس والمسجد الأقصى وحائط البراق وبيت إيل في رمالله وهكذا هو كل الإدعاءات الكاذبة وأن أؤكد على الكاذبة لأنه حتى اليوم المؤرخين الجدد في إسرائيل يؤكدون أنها كاذبة الكاذبة في فلسطين حول موضوع اليهود وعلاقتهم بفلسطين وبالأرض الفلسطينية عمليا كلها في الضفة الغربية طيب رغم هذا الوضع السياسي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلا أنه خرج رئيس السلطة الفلسطينية وبيحكي أنه قد تكون السلطة الفلسطينية جزء من الإدارة السياسية لغزة ما بعد حماس وحتى كسروا الحديث من بلينكين وخلافه حوالين السلطة السياسية أو إدارة غزة ما بعد حماس هل يمكن تخيل أو تصور غزة بدون حماس وبدون المقاومة؟ يعني مرة أخرى هذا مرتبط بمسار المعركة وأنا دعنا يعني حتى يكون الموضوع واضح نضعه في إطار السيناريوهات لنفترض لنفترض أن الاحتلال تمكن من إنجاز إهدافه في قطاع غزة بمعنى تمكن من القضاء على قوة المقاومة في قطاع غزة أو السيطرة على قطاع غزة مع أن هذا أمرا مستبع جدا حتى الولايات المتحدة الأمريكية أمس وزير الخارجية بلينكين قال نحن لا نريد أو نرفض أن تقوم إسرائيل بعادة احتلال قطاع غزة وأيضا الإسرائيل يقولون نحن لا نريد عادة احتلال قطاع غزة خلي بالك الأهداف للحرب تتراجع شيئا فشيئا من الحديث عن التدمير الكامل والتهجير والاستئصال والقضاء على واجتثاث وهذا كان ليس فقط تعبيرات إسرائيلية كانت تعبيرات أمريكية وغربية بالمناسبة في الأيام الأولى لهذه المعركة كانت التعبيرات الأمريكية والغربية منسجمة ومتمهية تماما مع التعبيرات الإسرائيلية كل هذا اليوم تراجع اليوم الخطاب الأمريكي يعني مختلف الخطاب الغربي مختلف يتجه أكثر نحو الواقعية والعقلانية في البحث عن مخارج وحلول وأنا أعتقد أن هذا نتيجة أمرين مهمين الأول الصمود الأسطوري الاستثنائي النوعي الغير مسبوق حقيقة للشعب الفلسطيني هذا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يقدم نموذج لا أعتقد أنه مر على الأقل فيما نعرف من التاريخ ونحن في التاريخ المعاصر في هذه الفترة لدينا تجارب في دول مجاورة في الإقليم ورأينا الشعوب تهاجر بشكل جماعي بالملايين تهاجر ليس فقط عند العرب في أوكرانيا عندما بدأت الحرب ملايين الأوكران في الأيام الأولى للحرب هاجروا من أوكرانيا وذهبوا إلى الدول الأوروبية المختلفة ولم يكن القصف الروسي على أوكرانيا يعني بشكل نسبي يعادل 1 على 10 أو لعله 5% مما يحدث في قطاع غزة ولكن هناك بشكل طبيعي هرب السكان يعني بحثوا عن النجاة في غزة الموت محقق وهم ينتظروا وموجودين ويصر ويخرج ويقول لا نغادر هذه الأرض أبدا وهناك عبارة جميلة لصحفي فلسطيني في غزة قال نحن لا نغادر هذه الأرض إلا إلى السماء نحن هاجرنا سابقا أو أباءنا وأجدادنا هاجروا ولكن نحن لا نهاجر من هنا إلا إلى السماء بمعنى أن يهاجر شهيدا هذا أولا العامل الأول الذي أحبط كثير من السياسات التي تم الحديث عنها في الأيام الأول الثاني هو صمود النوع للمقاومة هذه المقاومة في ظل كل هذا القصف وهذا الإجرام وهذا التحالف الدولي والرعاية الأمريكية والمشاركة الأمريكية الكاملة تصمد وتقاتل وتحدث تلحق خسائر كبيرة في الجيش الإسرائيلي وتمنع من التقدم السريع هذول العاملين وأيضا ضغطة في الإقليم أو على مستوى العالم مسيرات وضغط دول وما إلى ذلك وإن كانت ليست بالمستوى المطلوب لكنها تؤثر لكن العاملين الأساسيين المؤثرين في هذه المعركة وفي نتائجها هو الشعب الفلسطيني والمقاومة وبالتالي إذا لم يتمكن الاحتلال من إنجاز أهدفه في قطع غزة واستمر صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته يصبح كل هذا الحديث ليس له فرصة لا ما بعد حماس لأنهم طرحين مجموعة سيناريو هات لما بعد حماس طرحين إما تشكيل قوة دولية لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت لحين ترتيب المشهد الفلسطيني وطرحين السيناريو الثاني قوة إقليمية أو قوة عربية وإقليمية والمقصود هنا على الأغلب هو مصر أن تدير قطاع غزة تدير قطاع غزة ضمن قوة إقليمية يتم يعني اعتمادها دوليا وترحين سيناريو الثالث قوة فلسطينية محلية يتم إنتاجها في قطاع غزة ليست السلطة الفلسطينية في رمالله هذا سيناريو مطروح أيضا وبدأ بعض الناس يتحدث من ممكن أن يكون هل يمكن أن يخرج من غزة من يقبل بذلك ثم السيناريو الرابع وليس الأول هو السلطة الفلسطينية أعتقد أنه هذه السيناريو هات تتراجع استنادا للتطور الأحداث اليوم التركيز الأمريكي أكثر على سيناريو السلطة لأن زيارات البلينكين المختلفة فشلت في الصياغ الأخرى أولا هي فشلت في إقناع الدول العربية باستقبال الفلسطينيين وموضوع التهجير هذا في الأيام الأولى للحرب وهنا كان الموقف المصري والأردني حاسما جدا في هذا الموضوع وهو فشل أيضا في بلورة صيغة إقليمية ودولية لدارة قطع غزة وهنا يمكن أن يكون الموقف التركي الموقف القطري وموقف روسة وغيرها من الدول أيضا مؤثر في إفشال هذا السيناريو والآن وأيضا سيناريو من داخل غزة ليس له فرصة أصلا أن يولد قوة جديدة من داخل غزة أو شخصيات جديدة بقي سيناريو السلطة والسلطة على ضعف موقفها وضبابيته وعدم وضوحه وهذا يثير كثير من الشكوك حوله حتى اللحظة لكنهم قالوا أنه لن يعودوا إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية وأمريكية وقال وأمس كان تصريح لأبو مازن يقول أو عن أبو مازن يقول بأنه لا يمكن للسلطة أن تعود إلى قطاع غزة إلا في إطار مشروع سياسي للقضية الفلسطينية الآن إذا أردت أن تتناول هذا الموضوع بشكل إيجابي تقول أنه يقصد مشروع سياسي إذن دولة فلسطينية يكون مشكل فيها أو مشارك فيها كل القوى الفلسطينية بما فيها حماس إذا أردت أن تقول أنه إذا وعد بدولة يمكن أن يتفهم أو يذهب مع الأمريكان والإسرائيليين هذا يكون فيه مشكلة كبيرة أنا أعتقد أنه الموضوع مرتبط بنتائج المعركة بشكل كبير ولكن المؤشرات تقول وأصبح بعض وزراء الخارجية في المنطقة يتحدثون في ذلك مثل وزير خارجي الأردن مثلا المنطق يقول المؤشرات القراءة الواقعية للتاريخ بأنه فكرة استئصال حركة حماس واجتثاثة من قطاع غزة فكرة غير واقعية وغير عقلانية وهي واهمة ولا أريد أن أقول حالما لأن الحلم أحيانا يكون مشروع أما هي واهمة لماذا؟ أنا متابع لمسيرة حركة حماس منذ نشأتها اليوم ورسالة الماجستر عندي بالمناسبة عن حركة حماس مرارا في التاريخ في عمر حركة حماس تم الحديث بالنص عن فكرة استئصال حركة حماس وكانت حماس بعد كل مرحلة تكون أكثر قوة أنا سأذكر بعض المحطات فيها 1988 بعد أشهر من امطلاق حركة حماس كان هناك حملة اعتقال واسعة وكانت إسرائيل تتحدث عن اجتثاث حركة حماس فشلت 1992 كانت حملة اعتقالات واسعة وإبعاد مئات من قيادات حركة حماس إلى مرجز ظهور وكان الحديث عن اجتثاث حركة حماس أنه نحن بدنا نبعد قياداتهم المركزية إلى خارج فلسطين وتمئبعدهم إلى جنوب لبنان إلى قرية تسمى مرجزهور واعتقال الكوادر في الضفة وغزة وبتالي إنهاء حركة حماس ازدادت قوة بشكل أكبر كثير 1996 1996 عقد مؤتمر دولي في شرم الشيخ وكان العنوان المركزي له اجتثاث حركة حماس بعد عملية الثائر لاستشاد يحيي عياش وكانت دول عربية وإقليمية وتشكيل غرفة مشتركة والهدف منها اجتثاث حركة حماس وكانت السلطة في حينه في ذروة الاندفاع باتجاه إثبات نفسه وإنه إحنا مشروع دولة فلسطينية وما إلى ذلك لأنه تاريخ السلطة أجل ثلاثة أربعة وتسعين وبعد سنتين من قدم السلطة وكان مشروع أصله يعني الزخم تبعه في ذروته إنه هذول إحنا بدنا نجيب دولة فلسطينية لشعب الفلسطين وهذه يعيقوا قيام الدولي فكان مؤتمر دولي في شرم الشيخ الهدف اجتثاث حركة حماس ثم جاءت الانتفاضة وتبعي أنه حماس أكثر قوة مما كانت وفي 2008-2009 الحرب التي شنت على قطاع غزة كان العنوء النفسه وأنا أعتقد أنه هذا الشعار استخدم ممرارا ولن ينجح وأنا أريد أن أعيد هنا يعني كلمة وزير الخارجي الأردني بأنه المقاومة وحركة حماس فكرة والفكرة لا تموت وهي ليست أيضا فكرة بالمعنى المجرد أنا أعتقد تقديري أن حركة حماس لديها مئات آلاف الأعضاء في أوساط الشعب الفلسطيني وأنا لا أبالغ إذا قلت مئات أنا أعتقد أنه هم يعني في قطاع غزة كثير من قيادات حماس كانوا يتحدثوا عن 150 ألف أو يزيد أو 200 ألف أو ما شابه من الأعضاء ليس المؤيدين أو المناصرين يعني ليس من يضع ورقة في صندوق الاقتراع المنتمين بمعنى أعضاء بالمفهوم الكلاسيكي للعضو في الأحزاب والحركات وإذا كان الحال هكذا في الضفة سيكون هذا على الأقل مرة ونصف الضفة الغربية أو أكثر بمنطق عدد السكان أقصد وفي الشتات الفلسطينية هذا يعني أن هذه الحركة لديها ما يقرب من نصف مليون عضو وفكرة اجتثاث حركة في شعب التعداد وخمسة عشر مليون هي تملك كذا وتملك رصيد نضالي كبير وتملك رصيد جهادي كبير وتعاطف شعبي وتأيد شعبي كاسح وبالذات الآن وحتى قبل هذه المعركة تصبح فكرة الاجتثاث فكرة غبية وليست فقط حالية بس البعض يتخوف أنه المرة فيه دعم أمريكي شيك مفتوح تقريبا البعض يتخوف أنه يمكن القضاء على حماس هذه المرة هو الشكل المفتوح حقيقي وواضح وليس شيك مفتوح أنا أعتقد أن أمريكا هي تحارب في قطاع غزة وهذا ليس اعتقاد هذا بالقراء أنت عندما تحضر حاملتين طائرات وغواصة نووية والسلاح أصلا أمريكي F-16 وF-35 والصواريخ وتزود إسرائيل بالذخيرة بشكل دوري وأول مبارح أعلن عن فكرة 320 مليون لصواريخ دقيقة وما إلى إذن أنت طرف كامل شريك كامل في المعركة الذي يقتل ويدمر في قطاع غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن صحيح أن هذا يمكن أن يوجه ضربة لحركة حماس لكن نحن نتحدث عن الاجتثاث والاجتثاث موضوع آخر الآن هل يمكن هذا أن يعيق تقدم حركة حماس هل يمكن أن يشكل أزمة لحركة حماس هل يمكن أن يشكل تحدي كبير لحركة حماس يمكن أن يضعف النفوذ هذا ممكن هذا من الفرضيات الممكنة المعقولة يعني لدى أي حزب ولكن فكرة الاجتثاث هي الفكرة السخيفة والتي ليس لها واقع والواهمة أما ما الذي يمكن أن تنتجه هذه الحرب في قطاع غزة هذا يمكن الحديث عنه بالتفصيل أو يمكن التفصيل فيه وأيضا مرتبط بالسيناريوهات لذلك أنا أعتقد بأنه مستقبل حركة حماس في قطاع غزة وليس مستقبل حركة حماس بالمناسبة لأنه أيضا حركة حماس ليست قطاع غزة فقط صحيح أن معقل حركة حماس في قطاع غزة القوة الضاربة القوة الصلبة أقرب لكيان سياسي أصبح لحركة حماس في قطاع غزة ولكن حركة حماس متشرة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني يا سيد خلينا أقول لك نعمل افتراض كالتالي افتراض كئيب يعني سوداوي نفترض أنه انتهى وجود غزة حتى فيه إشي اسمه قطاع غزة في الحالة الفلسطينية فيه إشي اسمه الغربية وفيه سبع مليون فلسطيني لاجئ في الشتات وهؤلاء لديهم نفس المطالب ونفس الأحلام ونفس الطموح السياسي ونفس الأهداف السياسية ونفس الدافعية الوطنية بالضبط كما لدى الفلسطيني في قطاع غزة وهؤلاء هم من أبناء الشعب الفلسطيني الذين لم ينسوا قضيتهم ولازالوا مستمرون في النضال الآن تتفاوت حسب المراحل مستوى النضال درجته من ينخرط فيه بشكل أكبر السنادة لظروف موضوعية وأنا سأعطي مثال للتأكيد على هذا في انتفاضة الأقصى عام 2000 إذا أردنا أن نقول أنها استمرت من 2000 إلى 2003 ذروة الانتفاضة في الثلاث سنوات تذهي هذه انتفاضة يمكن أن نسميها انتفاضة الضفة الغربية الذي قاتل والذي قدم عشرات مئات الشهداء أو ألف شهداء وعشرات الاستشاديين والذي أوقع مئات القتلى في صفوف الإسرائيليين وهم شباب الضفة الغربية طبعا كانت غزة حاضرة والانسحاب من غزة كان ضمن خطة للانفكاك عن الفلسطينيين أصلا بما فيهم غزة والضفة الغربية وكانت خطة شارون هكذا وبدأ وفكك بعض المستوطنات في شمال الضفة الغربية إذن الضغط على الاحتلال لإنجاز الحقوق السياسية الفلسطينية غير مرتبط فقط وحسرا بقطاع غزة لكن قطاع غزة حالة فلسطينية تطورت خلال السنوات الماضية بحيث أصبحت تشكل قوة حقيقية مؤثرة قادرة في الحالة الفلسطينية ولحركة حماس بشكل أساسي إذن الاجتثاث فكرة سخيفة ليس لها مكان السيناريوهات الممكنة في قطاع غزة أنا أعتقد مرتبطة جدا بسيرورة المعركة ونتائجها ولكن يمكن القول كالتالي أنا بتقدير السيناريوهات كالتالي أولا أن تصمت قطاع غزة وتضطر إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب دون أي أفق سياسي أو مشروع سياسي مع الفلسطينيين بمعنى أن تكون النتيجة شبيهة بحرب 2014 و2021 وما إلى ذلك هذا احتماله ضعيف لكن ممكن لأن ذلك يعني يعني يخرج إسرائيل من حرج الأثمان السياسية والضغط السياسي من العالم لأنه أي سيناريات أخرى سيكون ضغط على إسرائيل لتقديم ثمان سياسي للفلسطينيين هذا السيناريو وارد يعني إمكانيته مش صفر لأنه ممكن الإسرائيلي يفكر بمنطق أنه يعمل مقتلة في الشعب الفلسطيني يرتكب كل هذه المجازر ويدمر قطاع غزة إلى حد أنه من يحكم قطاع غزة يحتاج إلى 10 أو 15 سنة لإعادة بناءه وتصبح حماس في قطاع غزة تعاني تعاني إعادة الإعمار والبناء وهذا العدد من الشهداء وما إلى ذلك السيناريو الثاني أن يتم وقف هذه الحرب بمقاربة سياسية تتدخل فيها دول الإقليم والعالم وهذا ممكن وأعتقد أن هذا الحل الأكثر منطقية وعقلانية وأعتقد أن دول الإقليم تتحرك في هذا والأمريكان بدأوا وحتى الأوربين بدأوا يلمحوا أو يشيروا إلى ذلك صحيح حتى اليوم يتحدثون أنه يريدون سلطة لا تكون فيها حماس لكن فكرة اجتثاث حماس لم نعد نسمعها من الإعلام أو من الناطقين الرسميين الأمريكان ولا الأوروبيين هنا في السيناريو الثاني ده يعني القضاء على المقاومة؟ لا طبعا حتى أكمله بدأوا يتحدثوا أعتقد أنه السيناريو هذا المخرج السياسي سيجعل من حركة حماس جزء من المشهد أو جزء من السلطة الفلسطينية ما بعد الحرب ولا يمكن أن ينهيها وستبقى حماس موجودة في غزة وفي الضفة الغربية وما إلى ذلك لأنه أنت تريد أن تف... هذا السيناريو هو البحث في المنطقة الوسط لحيث تنجز إسرائيل بعض أهدافها وأيضا الفلسطينيين ينجزوا بعض أهدافها لأنه يجب أن ننتبه بأن هذه المعركة لم تكن حالة من العبث لم يكن المقصود منها أن تدخل إلى جنوب قطاع غزة على الأقل كما أعلنت قيادة المقاومة وقيادة حركة حماس مرارا لم يكن الهدف أن تدخل إلى جنوب قطاع غزة تقتل جنود وتعود كان الهدف وأنا أتذكر أنه في كلمة الضف في اليوم الأول تحدث عن الدولة ثم كان في مقابلات على الجزيرة كثيرة لقيادات حركة حماس وغيرها من وسائل الإعلام وتحدثوا أنه نحن لدينا مطالب سياسية مشروعة واليوم العالم وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن الدولة الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة والأوروبيين أكيد كذلك وأنا متأكد أن مجموعة أو مجموعة من الدول الإقليمية تضغط بهذا الاتجاه إذن هذا الحل العقلاني المنطقي الوسط وهذا يبقي حركة حماس في مركز العمل السياسي الفلسطيني ولا يمكن تجاهلها لأن في النهاية حتى لو شكلت بعض الإدارات المؤقتة الفلسطينية المؤقتة لإدارة الحالة الفلسطينية أنت بعد سنة سنتين ستذهب إلى انتخابات لا يمكن أن تكون هناك أي سنطة شرعية تمثل الشعب الفلسطيني بدون انتخابات الانتخابات تعني أن حماس في مركز العمل السياسي الفلسطيني والقيادة السياسية الفلسطينية هذا السيناريو الثاني إذن السيناريو الأول أن تعود الأمور إلى ما قبل المعركة كأنه شبيهة بـ 2021 و2014 السيناريو الثاني مخرج سياسي يقدم للفلسطينيين فرصة سياسية ويبقي على حركة حماس في جزء من المكونات السياسية الفلسطينية ويقدم للاحتلال عمليا شكل ما من أشكال وقف إطلاق النار أو الردع أو ما شابه وأيضا أنه في سلطة يعني العالم يراقبها العامل العالم ضامن لها تدير قطاع غزة وقد تكون حماس جزء منها ولكن لا تستمر في رعاية الهجمات يعني باتجاه الاحتلال وأعتقد أنه الرئيس التركي والأتراك ألمحوا إلى هذه الفكرة وعندما قال الرئيس أردوغان بأن لدى تركيا الاستعداد أن تكون ضامن للشعب الفلسطيني في أي تسوية سياسية قادمة أو في أي مقاربة لوقف المعركة وهذا يعني أنه يوجد دول عربية وإسلامية لديها الاستعداد أن تضمن سلوك الفلسطينيين لكن مقابل أن ينجز الفلسطينيين بعض الأشياء وأيضا الرئيس التركي كان له تصريح آخر قال أن تركيا لديها الاستعداد أن تكون جزء من ترتيبات تضمن الأمن والاستقرار أيضا في حال وقف الحرب أو بعد وقف الحرب وتالي أنا أعتقد أن هناك نقاشا الآن في الإقليم أكيد مش في الإعلام ولكن الإعلام يعطي مؤشرات على وجوده التصريحات السياسية تعطي مؤشرات على وجوده أن هناك نقاش لمقاربة سياسية ما تعطي الفلسطينيين شيئا سياسيا حقيقيا تعطيهم أمل أمل سياسي وينجزوا إنجازات سياسية ما وأيضا تعطي للكيان أو تعطي للكيان الاعتبار لبعض القضايا الأمنية بعد هذه المعركة السيناريو الثالث وهو الصعب والقاسي على الفلسطينيين والذي أعتقد أن احتمالته ضعيفة أو قليلة وهو أن تتمكن إسرائيل من الإجهاز على قطاع غزة وليس على حركة حماس لأنه بالآلية التي يعمل فيها الاحتلال اليوم هو يحاول الإجهاز والقضاء على قطاع غزة وعلى شعب الفلسطيني في قطاع غزة وقد صدر إذا كنت بعد جيدا صدر عن الاحتلال مجموعة من التصريحات سواء من مسؤولين أو مثقفين بين قسين أو أكاديميين في غاية العنصرية والتطرف والفاشية عندما قال بعضهم علنا في وسائل الإعلام أنه لا يوجد أبرياء في قطاع غزة وكل قطاع غزة هم بين قسين من الإرهابيين ويجب القضاء عليهم ولعل فيديو عندما كانت أم تودع ابنها الجندي تقول له أنه لا يوجد في قطاع غزة سواء 240 بريء تقصد الأسرى الإسرائيليين وأنه هم يتعاملون اليوم بمنتهى الفاشية والنازية بأنه حتى الأطفال في قطاع غزة ليسوا أبرياء إذن ما يحدث اليوم هو ليس محاولة اجتثاث حماس في قطاع غزة هو محاولة اجتثاث الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وأعتقد أن تركيبة حركة حماس في قطاع غزة وبنيتها ونحن فلسطينيين نعرف كيف الفصائل والأحزاب تتغلغل في البناء الاجتماعية والثقافية والفكرية في المجتمع أنت أشبه من يفكر في اجتثاث حركة حماس أو انتزاعها من غزة هو كمن يريد أن ينتزع جزء من جسم الإنسان ويخرج كل متعلقاته خلال أنك تريد أن تنتزع كبد أو ما يشابه وتخرج كل الشرايين المرتبطة فيه لا يبقى الجسم جسم يصبح شيء آخر يمكن أن تعرفه بطريقة أخرى الآن قواعد السياسية اختلفت هل هناك إمكانية لاستعادة مصار سياسي فلسطيني جامع مثلا انتخابات تشريعية انتخابات على رئاسة السلطة الفلسطينية هل هناك إمكانية بالقواعد الجديدة للعبة السياسية بالتأكيد أنا أعتقد ليس فقط هناك إمكانية بل أنا أعتقد أنه يمكن أن تشكل هذه المعركة فرصة للفلسطينيين لتجاوز أزمات لم يستطيعوا تجاوزها منذ ما يزيد على 15 أو 17 سنة منذ الانقسام إلى اليوم وأنا أقصد بهذه الفرصة التالية أنه إذا تمكن الإقليم والقوة الصديقة للشعب الفلسطيني والفلسطينيين فيما بينهم لأن واحدة من نقاط ضعف الفلسطينيين اليوم في ظل هذه المعركة هو السلوك الفلسطيني الذاتي وأقصد السلوك الرسمي الفلسطيني وقد نتعرض له أيضاً بشيء من التفصيل إذا تمكنت الدول الصديقة للشعب الفلسطيني والأشقاءهم العرب والمسلمين والقيادات السياسية الفلسطينية من صياغة أو من الاتفاق على مقاربة سياسية كمخرج لهذه المعركة أنا أعتقد يمكن أن تشكل هذه المعركة فرصة لمجموعة من القضايا أولاً فرصة لإنجاز سياسي فلسطيني غير مسبوك وأقصد هنا دولة فلسطينية على حب الدودة الرابعة من حزيران لأن العالم اليوم يدرك بأن الشعب من أهم أنجزته هذه المعركة قبل أن تنتهي هذا أنجزته 7 أكتوبر لوحدها أدرك هذا العالم والمحيط كله بأنه لا يمكن تجاوز الفلسطينيين فيما يتعلق بالعلاقة مع الكيام الصهيوني لا يمكن لا يجدي التطبيع ولا يجدي علاقات اقتصادية ولا اتفاقات إبراهيمية ولا كل ذلك هذه القضية لها شعب حتى وإن بقي وحيدا مصر على إنجاز حقوق وانتزاع حقوق ومصر على مواجهة هذا الاحتلال هذا ما تثبت هذه المعركة وهذا ما قرأوا كل العالم وأعتقد أن أول جهة قرأت هذا الموضوع هي الإدارة الأمريكية ولذلك الأمريكان يتحدثون بشكل صريح عن إقامة دولة للشعب الفلسطيني الآن سندخل لاحقا في كيف وأين وهذه المراوضة السياسية مش مهم المهم أن هناك إقرار بالمبدأ إقرار بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن تجاوزه أن كل أوهام تسويق إسرائيل في المنطقة وتعويمها وإظهارها على أنه كيان طبيعي تلاشت وأنه دون إنجاز حل يرضي الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة لا يمكن للمنطقة أن تستقر وأنت تعرف أن جهات كثيرة في الإقليم كانت تعمل على رزمة من الاتفاقيات لاستقرار المنطقة وهناك مشاريع اقتصادية دولية حالمة آخرها وواعدة آخرها كان الخط الذي يربط الهند بأوروبا الهند والخليج العربي ثم إسرائيل ثم أوروبا كل هذا تبخر كل هذا تم توجيه ضربة قاسمة له والدليل على ذلك هو حالة قطع العلاقات وطرد السفراء وقطع العلاقات التجارية التي حدثت ولا أعتقد أنها تستمر إذن سياسيا هناك إعادة إقرار من المكونات الدولية والفواعل الدولية بضرورة إنجاز حل سياسي للفلسطينيين اثنين هناك إقرار آخر بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش حياة طبيعية سواء مع العرب أو غير العرب مع جيرانها وفي المنطقة بمعزل عن الفلسطينيين ثلاث أن هؤلاء الفلسطينيين عنيدين وصلبين وكل البذكاء إلى حد لا يمكن أن يستسلموا بضياء حقوقهم ويمكن أن يناضلوا ويقاتلوا لوحدهم ومنفردين لكي ينجزوا هذه الحقوق هذا كله قد يدفع باتجاه مقاربة سياسية تعيد ترتيب الخطوة الأولى فيها ستكون إعادة ترتيب البنية السياسية الفلسطينية كي تكون قادرة على التعامل مع الإقليم والمجتمع الدولي لإنجاز حقوق سياسية ولذلك أعتقد أنه تشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة أو انتقالية أو حكومة التوافق وطني ما مهم الاسم؟ المهم قيادة فلسطينية تضم الكل الفلسطيني تتولى إدارة المرحلة القادمة وهذه القيادة هذه القيادة الفلسطينية تتولى هي إدارة المشهد مع الأطراف الدولية والإقليمية لإنهاء هذه الحرب ويعني إنجاز متطلبات الإغاثة والإعمار وما إلى ذلك وفرصة للجم التغول الصهيوني والتطرف اليميني الصهيوني فيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس وأيضا لوضع موضوع الدولة الفلسطينية على الطاولة بشكل حقيقي وعملي وستكون مرحلة ممكن بعد سنة ممكن بعد سنتين إلى أن يتمكن يصبح الوضع البيئة الفلسطينية مواتية لإجراء انتخابات لقيادة فلسطينية جديدة قادرة على إنجاز الأهداف الوطنية الفلسطينية بما أني سألت نفس السؤال عن حماس وغزة هل يمكن تخيل السلطة الفلسطينية بدون محمود عباس؟ طبعا طبعا شوف إحنا في مشكلة عندنا أنا بشعر أنها ليس مرتبطة بالفلسطينيين هي مرتبطة بالعقل ليس فقط العربي أيضا العالم ثالثي نتيجة أنه الزعماء عندنا يخلدون وتداول والتداول للسلطة عندنا مرتبط بعوامل قاهرة طبيعية اللي هي الوفاة نتخيل أن تغيير الحكام سيقود إلى كارثة دائما لذلك إذا تخيلنا دولة ما بدون الملك الفلاني أو المير الفلاني وهذا ليس دقيقا هذا ناتج عن الواقع السياسي السيء الذي نحياه في العالم ثالث وفي الوطن العربي كان الفلسطينيين لا يتخل يلون المشهد بدون ياسر عرفات كان ياسر عرفات وياسر عرفات نموذج مختلف بالتأكيد عن أبو مازن ولكن استطاع الفلسطينيين ممكن بدون أبو مازن وممكن بدون أبو مازن بالعتبرين أبو مازن أصلا هو متقدم جدا في السن وهو لن يعني لن يخلد ولن يتجاوز حدود يعني ما تفرض الطبيعة واللي ربنا سبحانه وتعالى رسخ في هذا الكون وأيضا ممكن بحكم أنه لو جرت انتخابات يعني فلسطينية في المستقبل القريب هو بالتأكيد لن يكون شخصا مناسب للانتخاب بحكم أقصد الظروف الطبيعية السنيا لذلك أنا أعتقد أن المشهد ممكن تصوره فيه لكن ليس هذا المهم الآن ليس مهم أبدا الأشخاص بعينهم في المشهد المهم أن يكون هناك إرادة لدى الأطراف الفلسطينية وهنا تحدي كبير أمام حركة فتح أن يكون هناك إرادة لإحداث تغيير في المشهد الفلسطيني باتجاه إيجابي باتجاه إعادة بناء المؤسسة السياسية الفلسطينية على قاعدة الشراكة وعلى قاعدة مشاركة الكل وعلى قاعدة الاستناد إلى الإرادة الشعبية الفلسطينية بدون ذلك ستبقى المؤسسة الفلسطينية ضعيفة هشة تعاني من شيخوخة أصلا تعاني من تهميش ولا يقيم العالم ولا الإقليم لها وزنا وأنا أحكي لك صراحة حتى في بعض التصريحات التي تخرج من هنا أنا أعتقد أن العالم في الحالة الحاصلة اليوم وفي المعرق القائمة اليوم لا يقيم وزنا للسلطة وإنما يتم استدعاء السلطة لتمرير بعض السيناريوهات التي تعتقد بعض الأطراف الدولية أنها يمكن أن تمررها وهذا خطير هذا يجب أن تدرك السلطة وقياة السلطة أنه الأمريكان عندما يفكروا في السلطة والغربيين عندما يفكروا في السلطة لا يفكروا في السلطة لأنها شيء ذات قيمة أو مهمة في المشهد هم يفكروا في السلطة لاستخدامها من أجل تمرير سيناريوهات مرتبطة بغزة وهذا هذا مختلف تماما عن أن تكون السلطة سلطة حيوية وقادرة وفعالة ويمكن أن تؤثر بشكل جدي في المشهد السياسي ذلك المطلوب فلسطيني الآن وأيضا العمل فورا على صيغة ما توافقية فلسطينية حتى لا يعني يجد العالم نفسه أيضا أمام معضلة أنه تمام نحن نريد أن نقدم للفلسطينيين هذا لمن سنقدمه لأي جهة لأي طرف للسلطة السلطة غير ذي صلة بغزة لحماس لديها مشكلة في وجودها في السلطة ومنظمة التحرير إذن واحدة من التحديات أمان الفلسطينيين وأعتقد أنه يجب أن تكون ضمن ترتيبات هذه المرحلة هو ترتيب المشهد الفلسطيني القبضة الأمنية في اللفة عنيفة جدا عندنا من ساعة ما بدأ طفول الأقصى في 150 شهيد في اعتقالات في اقتحامات هل تتوقع أن يحدث أي تصعيد أو تحرك في الضفة على غرار الانتفاضة مثلا هو كما تفضلت الضفة الغربية كانت قبل هذه المعركة تمر بظروف صعبة وقاسية جدا كان هناك تغول الاحتلال عربة للمستوطنين استلاء على الأراضي وتهويد وما إلى ذلك وبكل أسف أيضا كان هناك أداء أمني غير مجدي وعبثي إلى حد ما من قبل السلطة الفلسطينية أنا أعتقد أن الضفة الغربية أصلا سبقت المعركة هذه بأشهر أو بسنوات قليلة كانت في حالة ثورية متقدمة وكان هناك زي ما بتعرف ظواهر زي مخيم جنين وعرين الأسود والرد السريع وشباب الثأر وما إلى ذلك مجموعات عسكرية بدأت تتنامى وبدأت تدرك أن الحالة الفلسطينية لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة وأخذت على عاتقها مواجهة الاحتلال ومقاومته لكن المعضلة الأساسية الكبيرة في الضفة الغربية هي مركبين أولا الوجود الاحتلالي المباشر على كل تفاصيل الضفة الغربية كما تحدثنا قبل قليل هو في كل مخيم وفي كل مدينة وفي كل زقاق وفي كل شارع وفي كل قرية وفي كل مكان وبالتالي فيه سيطرة أمنية للاحتلال كبيرة وفيه استنزاف ليس اليوم هو مستمر من سنوات بمعنى كل شاب يمكن أن يتجه باتجاه المقاومة إما يتم اعتقاله أو تصفيته كل ناشط يتم اعتقاله الآن حوالي البعض يقولون أن العدد اقترب من 10 ألاف معتقل في سجون الاحتلال طبعا غالبية تهم العظمى يعني أكثر من 90% منهم يكون من الضفة الغربية وبالتالي فيه ملاحق وأيضا فيه سلوك سياسي وأمني يحبط حالة المقاومة ويحبط الحالة الوطنية كلها من قبل السلطة الفلسطينية يعني السلطة الفلسطينية لا هي قادرة على أن تمارس دورا وطنيا ضاغطا على الاحتلال ذات طبيعة نضالية بمعنى أن تضغط أن نريد أن ننجز حقوق الشعب الفلسطيني ومستسلمة للواقع ومسلمة به ومهزومة أمام الوقائع القائمة ولا هي في ذات الوقت تسمح للشباب الفلسطيني الذي يريد أن يواجه الاحتلال ويقام بالاحتلال بأن يتحرك في هذا المسار وتعمل على إحباطه وبالتالي الشباب الفلسطينيين الذين يريدون أن يواجهوا الاحتلال هم موجودين في هذه البيئة المعقدة قبضة أمنية كثيفة للاحتلال وأيضا ملاحقة أمنية من قبل السلطة وبيئة وطنية سياسية غير نضالية إذا جلز تعبير أو غير متحفزة غير متحركة تبعث على اليأس وعلى الإحباط وقلت لك التعبير العبقري عنها احمونا أن نحن نريد حماية نحن ليس لدينا حاول ولا قوة وبالتالي المعركة بدأت وهذه هي البيئة في الضفة الغربية ومع ذلك الضفة الغربية خلال شهر قدمت ما يقترب يعني يقارب الآن 200 شهيد أو تجاوز الـ 160 وكل يوم هناك شهداء ومواجهات واختحامات واشتباك مع الاحتلال وما ذلك لكن هذا في ظل كثافة الدم الفلسطيني في قطاع غزة وفي ظل هول المعركة في قطاع غزة في ظل السلوك الفاشي النازل للاحتلال في قطاع غزة لا يظهر يعني أنت تتحدث خلال شهر يسقط لو كان الوضع طبيعي وسقط 150 شهيد 160 شهيد في شهر في الضفة الغربية هذه أكثر من انتفاضة بالمناسبة هذه أكثر من انتفاضة يمكن أنه في الانتفاضة كان خلال سنة لا يستشد 150 شهيد فلسطيني أو خلال أشهر طويلة ولكن تتحدث في شهر يسقط كلها عدد هؤلاء شهداء ولكن هذا لا يظهر لأنه في ضربة لمنزل واحد أو لعمارة سكنية واحدة في قطاع غزة يستشد 100 شهيد و200 شهيد وفي ليلة واحد يستشد 700 شهيد في قطاع غزة وبالتالي المراقب للمشهد يجد أن التأثير محدود وأنا أقول لك هذا ليس تبريرا للضفة المطلوب من الضفة والمطلوب من الثمانية وعربين المطلوب من كل الأطراف أكبر بكثير مما هو قائم لأنه مواجهة هذه المجزرة المفتوحة الإبادة الجماعية التطهير العرقي القائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بث مباشر على الهواء لمواجهة تحتاج عمل غير طبيعي وبمستوى هذا الحدث من الشعوب العربية والإسلامية ومن الضفة الغربية ومن كل مكان لذلك يظهر أداء الضفة الغربية متواضعا أنا أعتقد أنه إذا استمرت هذه المعركة بذات الوتيرة من القتل والإجرام فإن الضفة الغربية مرشحة للانفجار الكامل في أي لحظة في أي لحظة ولا أعتقد أن القبضة الأمنية للسلطة أو الاحتلال ستكون قادرة على لجم الانفجار في الضفة الغربية لأنه في نهاية المطاف هذا شعب واحد وهمومه واحد والأهداف السياسية له واحد والأهم من ذلك الذي يمكن أن يشكل وخزة في ضمير كل فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس أن منطلقات المعركة التي خرجت لها غزة مرتبطة بالقدس والضفة الغربية أنه اسمها طفان الأقصى وهي من أجل الأقصى وهي من أجل لجم المستوطنين وإقامة الدولة إذن الهدف السياسي أو الأهداف السياسية المحددة لهذه المعركة هي أهداف بالمنطق الجغرافي الصغير هي أهداف مرتبطة بالضفة الغربية أكثر منها بقطاع غزة فكيف يمكن أن يترك قطاع غزة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة يقاتل لوحده اليمين المتطرف الإسرائيلي بشكل أو بآخر كان أحد أسباب وصول إسرائيل لهذه النقطة طفان الأقصى هل ستتسبب في صعود هذا اليمين أكثر أم في تراجعه؟ أنا أعتقد يمكن قياس الموضوع بمدين وأيضا بمجريات المعركة إذا لم تتمكن إسرائيل وهي على الأغلب لن تتمكن من أنجاز هدفها الكل في قطاع غزة وهي فكرة إخضاع قطاع غزة بالكامل وتجريده من المقاومة وإجتثاث حماس وما إلى ذلك من أهداف كبيرة وغير واقعية إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز هذه الأهداف فهذا سيأثر بشكل كبير على المجتمع في الكيان في إسرائيل وأعتقد أن التأثير سيكون كالتالي أولا في عمق الوعي الصهيوني والفلسطيني حدث في هذه المعركة ويمكن أن نسميه كي وعي أو أكثر من ذلك وهو أن فكرة التعايش بين الاحتلال والفلسطينيين لا فرصة لها وأن العداء بين الفلسطيني والصهيوني المحتل مستحكم ولا يمكن أن تزيل هذا العداء لا أصله ولا مبادرات سلام ولا تسوية سياسية ولا عملية سياسية وهذا واضح من السلوك خلي بالك من سلوك الطرفين في هذه المعركة من سلوك الفلسطيني وإصراره على المقاومة ومن سلوك وفاشية ومدى الفاشية والنازية في سلوك ليس فقط الدولة بل الجمهور الصهيوني في فلسطين وبالتالي هذا الجمهور لا يمكن التعايش معه أو قبوله أن تكون العلاقة طبيعية معه هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأن الخوف والقلق على المستقبل بالنسبة للكيان أصبح مرتفع جدا وأيضا أضف إلى ذلك في موضوع الكراهية وعدم القدرة على التعايش هو فقدان الثقة بالجيش وفقدان الثقة بالأمن وفقدان الثقة بما كان يدعى بأن التطور وتكنولوجيا إسرائيلية لا يمكن ترميم هذا يعني حتى لو ارتكبوا مجازر بغزة وعاد الجيش مرة أخرى إلى الحدود ثم أصبح هذا الجيش فيه إمكانية أن مجموعات مسلحة فلسطينية تحدث يعني ضربة كبيرة له وبتالي فيه فقدان ثقة هذا سيقود والذي تسبب أو من العوامل المسببة لهذه المواجهة هو التطرف واليمين الصهيوني في المجتمع الصهيوني هذا التطرف الذي لا يريد أن يرى الفلسطينيين ولا يقر بأي من حقوقهم بل بالعكس يريد أن يهجرهم بشكل كامل وينكر وجوه ويرحلهم إلى الأردن ويقيم دولة هناك وكل هذه الترهات لذلك أعتقد أن هذا سيشكل كي وعي للجمهور الصهيوني وقد يجد نفسه يبتعد قليلا عن هذا التطرف لأن هذا التطرف لا يمكن أن يجلب له إلا الدمار وأعتقد أن هذه المعركة ستعطي فرصة لأحزاب الوسط في إسرائيل وليس اليسار لأن اليسار تلاشى تقريبا لأحزاب الوسط أو الأحزاب العلمانية الأكثر برغماتية وواقعية سياسية أن تتقدم في الانتخابات القادمة أو في المشهد السياسي القادم لأن هذه الأحزاب هي التي يمكن أن تبحث عن حلول سياسية مع العالم من أجل الاستمرار والبقاء المعركة هذه وجهت ضربة للتطرف الصهيوني لأحلام اقتلاع الفلسطينيين لأحلام إنكار وجود الفلسطينيين وبالتالي سيصبح التيارات العلمانية وما يسمى التيار الوسط أكثر قدرة على التأثير في الجمهور لأنها ستبدو أكثر واقعية عندما تتحدث عن طرورة إعطاء الفلسطينيين جزءا من حقوقهم السياسية طيب لحوالي عشرين سنة نتنياهو كان بيرسم ملامح مشروعه في المنطقة ما هي ملامح هذا المشروع وكيف أوصله لمأزق 7 أكتوبر نتنياهو كان يمكن الحديث عن ثلاث مستويات في المشروع أولا كان يروج لفكرة بأن إسرائيل هي امتداد للحضارة الغربية وهذا كتبوا في أكثر من كتاب ونحن بالمناسبة لدينا كتاب عن نتنياهو كشخص كان يروج كثيرا وهو يحاول أن يروج لهذا الآن في هذه المعركة بأننا نحن نقاتل نيابة عنكم وأنه لو لم نقاتل سيصلوا إلى أبواب بيوتكم أو دوتكم هذا كان في لقاء مع سفراء أدول الغربية في الكيان نتنياهو كان ينظر لهذه الفكرة بشكل أساسي أنه إسرائيل هي الانتداد للحضارة الغربية للمدنية للتحضر وهي الخطوة أو الموقع المتقدم لمواجهة البربرية في المنطقة والتخلف والرجعية وما إلى ذلك وهذا كتبوا في كتاب له مكان تحت الشمس وتحدث به كثيرا في خطاباته السياسية وكانت هذه المقاربات تلقى أذانا صاغية عند الغرب لذلك كان يحظى بتأييد ويعتبر بأنه من أكثر الرؤساء الوزراء قدرة على مخاطبة المجتمعات الغربية هذا أولا ثانيا نتنياهو كان يحاول ولديه سياسة مستقرة عنده هي محاولة القفز عن القضية الفلسطينية وعن الفلسطينيين باتجاهين باتجاه التطبيع أولا وكان يريد قلب المعادلة القائمة عليها المبادرة العربية للسلام بأنه كانت المبادرة العربية للسلام تقول سلام مع الفلسطينيين ودولة فلسطينية مع الفلسطينيين تقود إلى سلام مع العالم العربي والإسلام هو أراد أن يقلب المعادلة بأنه سلام مع العالم العربي وتطبيع علاقات مع العالم العربي سيقود إلى حل مع الفلسطينيين ولكن حل من وجهة نظره بمعنى أن يصبح الفلسطيني وحيدا ضعيفا ويفرض عليه ما يريد من حلول وفي حدها الأقصى هي مناطق حكم ذاتي ومعازل حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة أو دولة في قطاع غزة ومناطق حكم ذاتي تابعة لها أو تابعة للأردن في الضفة الغربية هذا المستوى الثاني في مشروع ناتنياهو السياسي اللي هو تجاوز الفلسطينيين القفز عن الفلسطينيين باتجاه الإقليم والشيء الثالث هو وضع إسرائيل والمكونات الأخرى الإقليمية في ذات الموقع في تحديد المخاطر وفرص المستقبل وأن إسرائيل شريكة للدول العربية في مواجهة الخطر الإيراني وامتداداته في المنطقة وبالتالي هو المشكلة ليست مع إسرائيل المشكلة مع دولة أخرى في المنطقة تدعى إيران والنفوذ الإيراني والامتداد الإيراني والمشروع الإيراني وما ذلك وبكل أسف كان هذا أيضا يلقى أذانا صغية في بعض المكونات في المنطقة هذه القضايا الثلاث أنا أعتقد أنها الآن في هذه المعركة يتم كسرها وبالتالي مشروع نتنياهو فلسفة نتنياهو ليس فقط مشروع نتنياهو فلسفة نتنياهو في الحكم وفي إدارة الصراع وفي العلاقة تم نسفة بهذه المعركة للتالي أولا ولعله الأهم تبين أنه لا يمكن تجاوز الفلسطينيين ولا القفز عنهم ولا يمكن أن تكون عمليات التطبيع بديلا عن الإقرار بالحقوق الفلسطينية ولا يمكن إنهاء القضية الفلسطينية بالطريقة التي يحلم بها عبر مناطق حكم ذاتي هنا وكانت وناتهم إلى ذلك اثنين تبين بأنه على الأقل للشعوب اللي لم يكن للدول وللأنظمة وأنا أعتقد أنه لكثير من الأنظمة أيضا تبين بأنه الخطر الأكبر المتوحش الفاشي الذي انزرعت فيه معالم النازية كضحية للنازية هو الكيان الصهيوني في المنطقة ولا يمكن لكيان أن يمارس كل هذه الوحشية وهذا القتل وهذا الإجرام وهذه العربدة وهذا التأييد من الغرب سوى الكيان وبالتالي دولة الاحتلال إسرائيل تشكل خطرا ليس فقط على الفلسطين بل يمكن أن تشكل خطر على أي دولة في المنطقة باعتبارها تحمل كل هذا القدر من الكراهية والأفكار المشوهة والانعدام الإنسانية والتمرد على القوانين الدولية وعدم الاحتكام لها وأيضا في ذات الوقت التأييد الأمريكي الأعمى يعني طفل الأقصى اتنهت نتنياهو سياسية مئة بالمئة طيب نتنياهو أنا أعتقد أن نتنياهو انتهى سياسي وأصلا هو خرج التصريحات أنت تعرف من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم من تركيا أنه هذا الرجل خلاص يعني لا يوجد نتنياهو في المشهد السياسي انتهى طيب يوم 7 أكتوبر انهارت النظرية الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في أي الاتجاهات قد تتوجه هذه النظرية ما بعد 7 أكتوبر؟ أنا أعتقد أنه النظرية الكلاسيكية الإسرائيلية حقيقة انتهت والمقاومات الأساسية لها تم ضربها في 7 أكتوبر لكن أنا لا أعتقد أن الكيان لديه القدرة على أن يبلور نظريات جديدة بشكل سريع جدا وإنما سيعمل على ترميم ما تم فقدانه وهو يعمل على ذلك الآن في غزة أعتقد أنه الشيء الأخير الذي لم يكن معلنا في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية وكانت تنكر دائما أفصحت عنه في هذه المعركة وأعتقد المقصود به هنا الرضع النووي بمعنى وهو الخط الأخير في الخيارات الأمنية لذلك كذا الوزير الفاشي الياهو قال أنه قد يكون الحل إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وهذا اعتبرته بعض الدول لأنه أولا إقرار بوجود السلاح النووي الذي لم تقر به إسرائيل يوما وهو تهديد باستخدامه ونحن نعرف أن هذا من الخطوط الحمر الكبيرة في السياسة الدولية ولذلك قد يكون وما يجري اليوم في قطاع غزة هو محاولة بناء نظرية جديدة أن الجهات التي تفكر في الاعتداء على الكيان يمكن أن يلحق بها دمارا هائلا وقتلا ومجازن استثنائية غير مسبوقة وهذا ما يهدد به لبنان وأي أطراف أخرى تريد أن تتدخل وقد يصل الأمر إلى استخدام القوى النووية في لحظة ما بمعنى هم يريدوا أن يفرضوا معادلة لأنه إذا للأعداء الذين يفكرون في ضرب إسرائيل يجب أن تفكر أننا لإعتبارات صغيرة ممكن أو لضربة صغيرة الحجم يمكن أن لا لجأ إلى هذا النوع من السلاح وإلى هذا المستوى من الردع هذا ما يتم ممارسة الآن ومحاولة تثبيته في قطاع غزة يعني عمليا هي تطوير لصيغة أو لعقيدة أمنية قديمة كان يطلق عليها اسم عقيدة الضاحية في 2006 في لبنان تعرف عقيدة الضاحية كانت تقوم على التالي أنت يمكن أن تلحق أذى بإسرائيل ويتم ضربها ولكن إسرائيل توجه لك ضربة كبيرة تستهدف المدنيين والبنية التحتية تجعل القيادة السياسية أو العسكرية عندما تفكر في التكلفة بالضبط وأنا أعتقد أنه تم ترسيخ هذه العقيدة عقيدة الضاحية بإقرار صدر غير مناسب كان صدر عن حسن نصر الله لاحقا بعد الحرب عندما قال لو كنت أعلم أن نتائج ستكون هكذا ما كنا اتخذنا قرار بخطة الضاحية هذا كان يعتبر تتويج أو نجاح لعقيدة الضاحية أعتقد أنه يريدون أن يحدث في غزة الفيرجين 2023 لعقيدة الضاحية بمعنى أنه أنت يمكن أن تنجح في تسديد ضربة لإسرائيل ولكن الثمن سيكون ضاهد جدا بحيث تفكر بدل المرة عشرين قبل أن تقدم على هذه الخطوة لأنه لا يمكن ترميم الأشياء السابقة إسرائيل لا تستطيع اليوم القيام بحروب خاطفة لا تستطيع إخضاع أعدائها لا يمكنها الاعتماد على التكنولوجيا ولا يمكنها الاعتماد على الجيش ولا على الاستخبارات كل هذا نضرب إذن على ماذا تعتمد؟ على البطش وقد يكون هذا هو في المراحل الأخيرة لقوة الدول يعني بمعنى الدول التي تفشل في كل مقارباتها الأمنية ومنظومتها الأمنية وتعتمد فقط على التوحش هذا يكون في المراحل الأخيرة للدول وليس في ذروة قوتها ولا في بداياتها التوحش عندما يبلغ ذروته كما حدث مع النازية والفاشية وغيرها من الدول حتى قد يكون مع المغول والتطار عندما يبلغ ذروة التوحش يكون هو ليس لديه أدوات أخرى وقد بلغ نهايته طيب أمريكا الآن هي التي تقود المعركة وتضغط على الأطراف هنا وهناك أطراف إقليمية على قطر شوية على تركيا شوية وهناك أيضا ردود أفعال شوية كانت مختلفة ومفاجئة من بعض الدول بعد معركة الطفان الأقصى هل تعتقد أنه تتغير علاقة حماس مع بعض الدول العربية في الإقليم؟ أنا أعتقد أنه الضغط الأمريكي على الدول إلى حد الآن في جزء مهم ولو في الظاهر على الأقل فشل وكما تحدثنا فشل في التهجير والآن يبدو أنه يفشل في موضوع استئصال حماس وبدأت بعض من الجيد ملاحظة أمرين في غاية الأهمية في غاية الأهمية على فشل الضغوط الأمريكية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي فيما يتعلق بحماس والمعركة الأخيرة الأمر الأول هو الفيتو في مجلس الأمن الذي اتخذت روسيا والصين وبالمناسبة روسيا اتخذت مرتين فيتو في مجلس الأمن وقد يكون هذا قد يكون أنا أحتاج إلى مراجعة الموضوع أحتاج قد يكون المرة الأولى التي يستخدم فيها الفيتو لصالح الفلسطينيين في تاريخ القضية الفلسطينية يعني أنا لست متأكدا لكن بنسبة 90% قد يكون المرة الأولى ولعل هذه أيضا من القضايا المهمة الإشارة لها أن توقيت هذه المعركة كان مهما على المستوى الدولي مهم جدا على المستوى الدولي لأنه كان في مرحلة في محاولة لتغيير المعادلة الدولية المستمرة أو القائمة منذ حوالي 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهي فكرة إحاديث القطبية وتفرد الولايات المتحدة بالعالم ومنعرف الحرب الأوكرونية الروسية ودور روسيا والصين وكل هذه القصص في محاولة خلق عالم متعدد القطبية هذه المعركة جاءت في هذه اللحظة وفي ظل الأزمة الروسية وهو ما دفع روسيا لاتخاذ حق النقد الفيتو وأعتقد لولا الفيتو الروسي لكانت الصيغة التي تعمل الولايات المتحدة على تشكيلها هو تحالف دولي للقضاء على حركة حماس بوصفها حركة إرهابية وقامت بتشبيهها مثل داعش مثل التحالف الدولي الذي عمله ضد داعش في العراق وفي سوريا وكان سيكون المشهد أكثر تعقيدا بكثير لأنه كان يمكن أن نشاهد هو دولية أمريكية وبريطانية وفرنسية وغيره تقاتل على أرض في قطاع غزة ولكن الموقف الصيني والأمريكي أحبط هذه الفكرة من البداية وأعتقد أن محاولة الترويج وكل هذا الأكاذيب والضخل الإعلامي المشوه في البداية ومحاولة ربط حماس بداعش والحديث عن معركة الموصل وخبراء معركة الموصل من الجنرارات الأمريكيين كانت تهدف إلى هذا السيناريو ولكنه أحبط هذا على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي أيضا فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذها كخطوة أولى أيضا أحبطت وهذا ساعد شعب الفلسطيني كثيرا ويساعد حركة حماس الفكرة الثالثة الآن هي فكرة اجتثاث حركة حماس وإقتلاعها واضح تماما أنه هي في طريقها للإحباط والبحث عن مقاربات ذات صلة وتكون حماس جزء منها وهذا يعود بالأساس لقوى المنطقة كان هناك تصريحات في غاية الأهمية صدرت عن دول في العربية وإسلامية منها على سبيل المثال تصريح الرئيس أردوغان الذي كان الأول الذي قال نحن لا نتعامل مع حركة حماس على أنها حركة إرهابية وهي حركة تحرر وطني تهدف إلى إنقاذ شعبها وأرضها هذا لا يقدر بثمن للفلسطينيين هذا التصريح لأنه كسر الإجماع الذي كان ممكن يحصل كسر ما كانت تحاول الولايات المتحدة من خلقه كإجماع على أن حركة حماس هي حركة إرهابية وإدانة حركة حماس وهذا تبع تصريح إيراني وتصريح عراقي وتصريح عماني وتصريح ماليزي بنفس المضمون بأن حركة حماس هي حركة تحرر وطني وليست حركة إرهابية وأيضا لحقوا تصريح الوزير الخارجي الأردني بأنه هي فكرة أو ما إلى ذلك وأعتقد أنه ونحن على أبواب اجتماع لقمة عربي وإسلامي قد يكون هذا الموقف يتعزز في هذه القمة برفض التصنيف الأمريكي لحركة حماس بأنها حركة إرهابية هذا ماذا يعني؟ يعني أنه نحن أمام مشهد أو محاولة أو بلورة مقاربة سياسية حماس تكون جزء منها فيما بعد الحرب أو حتى خلال الحرب لأن هذه القوى هي قوى المنطقة التي تعي جيدا وتعرف جيدا طبيعة الشعب الفلسطيني ومركباته ومكوناته ومدى حضور حركة حماس في هذا المكون وماذا يعني الإقصاء لأنه في قضية مهمة أيضا جيدة أن نشير لها معنى الإقصاء الكلي لفصيل فلسطيني هو الأكبر فلسطينيا وبالمناسبة هذا ليس إدعاءنا نعتقد أن حركة حماس منذ سنوات هي الفصيل الفلسطيني الأكبر على مستوى العدد والقوة والحضور وكل هذا والانتخابات وكل هذه القضايا معنى استئساء الفصيل الفلسطيني الأكبر من الشعب الفلسطيني أنه أنت تحدث فراغا بالتأكيد ستتقدم قوة أخرى لملؤه طب إذا كنت الفراغ الذي ستحدثه لحركة التحرر الوطني فلسطينية وإسلامية وهذه مهمة النقطة الثالثة إسلامية إذن الفراغ سيكون في حالة ذا الطبيعة الإسلامية المرشح لملأ هذا الفراغ لأنه لا يمكن الحالة الفلسطينية لا تقبل الفراغ أبدا في موضوع مقاومة الاحتلال ويجب أن يبقى فلسطيني دائما يقاوم الاحتلال وهذا عليه شواهد كثيرة عندما تراجعت حركة فتح والقوة الوطنية عن المقاومة تقدمت القوى الإسلامية وملأت الفراغ لا يمكن أن يكون فراغ في مواجهة الاحتلال إذا ما صنعت فراغ بإخراج حركة حماس أو إضعافها في المشهد البديل للإسلام القادم سيكون أكثر تشددا وتطرفا وقد يكون بديلا على شاكلة البدائل السلفية التي لا تعترف لا بعمل سياسي وبقوانين دولي وما إلى ذلك لذلك هذا خطر يتهدد الحالة الفلسطينية ويتهدد الإقليم أيضا وهذا أعتقد ما يدركه قادة الإقليم وقادة الدول العربية ويتصرفون استنادا إلو إذن العلاقة مع حركة حماس بالنسبة للدول العربية والإقليمية أنا أعتقد أنه بعد هذه المعركة ستتطور ولا تتراجع وهذا واضح يعني وبالذات لكن أيضا حتى نكون موضوعيين أيضا هذا مرتبط بنتائج وسيرورة المعركة لأن الدول براغماتية شوف الدول لا تتعامل وفق المبادئ ولا الأخلاق بكل أسف في الدول براغماتية وتبحث عن المصالح بمعنى إذا تمكنت حماس من أن تبقي نفسها فاعلا مركزيا ومؤثرا في المشهد الفلسطيني فتبقى الدول تتعامل معها وستتعزز علاقاتها إذا نجح الاحتلال أو الولايات المتحدة من إضعاف حركة حماس وتهميشة في المشهد الفلسطيني بالتقدير منطقيا ستتراجع هذه العلاقة لكن المؤشرات تقول بأن هذه العلاقة ستستمر وستزداز قوة والمواقف التي تحدثت عنها قبل قليل تشير إلى ذلك لا يمكن الحديث عن فلسطين وعن طفان الأقصى بدون الحديث عن التطبيع طب هل تتوقع هذه الدول التي طبعت أو كانت مشية في مسار التطبيع أن تكمل تطبيعها بعد 7 أكتوبر؟ يعتمد أيضاً يعتمد على مسار المعركة بالتأكيد يعتمد أنا أعتقد بكل أسف بعد أن تضع الحرب أوزارها قد تعود القصة إلى ما كانت عليه وهذا لدينا تجربة كفلسطينيين فيه بالمناسبة ترف أنت في انتفاضة الأقصى قبل انتفاضة الأقصى بالمناسبة بسبب أوسل والتسوية السياسية كانت إسرائيل قد قطعت شوطاً طويلاً في بناء العلاقات مع الدول العربية وأصبح لها كان سفارة في موريتانيا والتطبيع مع المغرب ومكتب علاقات في الدوحة وفي الأردن ومصر وعمان ومجموعة من الدول العربية عندما انفجرت الانتفاضة وظهر بشكل جلي الوجه الحقيقي للاحتلال ومدى فاشيته وإجرامه وأنه يتنكر الحقوق الفلسطينية عدد كبير من هذه الدول قطع علاقته في موريتانيا أغلقت السفارة المغرب تراجع في قطر أغلق المكتب ولم يعود فتحه وهكذا اليوم يتكرر المشهد بطريقة أو بأخرى أنا أعتقد أن هذا مرتبط بالأداء لحقاً إذا ما نتج عن هذه المعركة استمرار للاستنزاف الفلسطيني وعدم إعطاء الفلسطينيين حقوق والتنكر لحقوقهم سيضعف هذا من قدرة العرب على التسويق وعلى تمرير موضوع التطبيع لكن إذا ترتب عليه رؤية سياسية مقاربة سياسية تعطي للفلسطينيين حقوقهم قد يكون هذا دافعاً لأنه إسرائيل يخف مستوى العداء أو يتقلص مستوى العداء لهذا الكيان ويمكن أن يبني علاقات مع عدد من الدول لذلك كذا مرتبط أولاً بالنتائج المعركة ثم مرتبط للأسف بالتوجهات الاستراتيجية لهذه الدول وأنا أعتقد أن مجموعة من الدول لديها توجهات استراتيجية في موضوع العلاقة مع إسرائيل مرتبطة مرة أخرى ليس بإسرائيل وإنما بالأمريكي والمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالحديث عن التطبيع والتهديد الإيراني ما هو تقييمك لرد الفعل الإيراني أو الأداء الإيراني حتى الآن وحلفاء إيران ليس فقط إيران وإنما المحور حليف إيران يعني أنا سمعت أكثر من تصريح وكان بالأمس نائب رئيس حركة حماس في مقابلة التلفزيونية ويقول أنهم يعني يقدرون هذه المساهمة ولكن كانوا يفضلون أنهم أو يريدون المزيد ويحتاجون إلى المزيد فأنا أعتقد أنا سأتحدث الآن بصراحة في هذا الموضوع أكثر أولاً سلوك الدول يختلف عن سلوك حركة التحرر الوطني وأنا أعتقد أن حماس ومن حقها طبعاً تتصرف كحركة التحرر الوطني بمعنى عندما تريد أن تخوض معركة مع العدو لا يكون لديها حسابات كثيرة وإن كان في قطاع غزة أصبح الموضوع أكثر تعقيداً لأن حماس لم تعد فقط في قطاع غزة أقصد بالتحديل لم تعد فقط هي حركة التحرر الوطني أصبحت هي سلطة تدير شؤون الناس واشتباك مع الاحتلال يقود إلى حرب وليس إلى عملية مقاومة فقط المقاومة مثلاً كانت قائمة في الضفة الغربية بتعرف في جينين وما إلى ذلك يشتبكون مع الاحتلال يسقط شهداء يقتلون جنود لا تتحول إلى معركة لأنه لا يوجد بني عند الفلسطينيين تخوض حرب وإسرائيل لا تستطيع أن تشن حرب على فراغ على المدنيين يعني ولكن في قطاع غزة مختلف لكن حتى في ظل الظرف القائم من حق حركة حماس أن تتصرف كحركة التحرر الوطني الدول لديها حسابات مختلفة وأعتقد أن السلوك الإيراني في المنطقة فيما يتعلق بمواجهة الاحتلال ومواجهة الولايات المتحدة كان مقرؤاً يعني أنا أعتقد كل مراقب ولعله لو أحدث مراجعة للقاءات تلفزيونية كثيرة أو مؤتمرات وبرش وما إلى ذلك في نقاش موضوع إيران وعلاقة مع الولايات المتحدة والمنطقة ستجد الكثيرين كانوا يتحدثوا عن أن الأمور محسوبة بدقة في مواجهة وأن إيران ليس لديها قراراً بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وهذا المثال الأبرز على هذا كان اغتيال سليماني قاسم سليماني أنت بتعرف قاسم سليماني عنوان كبير في إيران والبعض يعتقد بأنه كان الرجل الثاني في إيران بعد خامنائي يعني بعد المرشد وأنا لفت انتباهي بشكل كبير حجم الحزن والبكاء الذي حدث على سليماني في إيران وكنت أعتقد بأن الرد الإيراني سيكون مهولاً على اغتيال سليماني أنت تعرف في جنازته ملايين خرجت المرشد كان يبكي وصدرت تهديدات عالية جداً من إيران للرد على اغتيال سليماني أنا أتذكر مثلاً حسن نصر الله في خطاب قال بأن الثمن أو الرد على اغتيال سليماني سيكون إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة وكان يقصد القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وقال سيحدث هذا عندما يأتي الجنود الأمريكين الأمريكان بشكل عمودي ويخرجوا بشكل أفقي بالنص استخدم هذا بمعنى أنه سيخرجوا جثث يعني محملين ولكن لفت الانتباه أنه بعد مرور سنوات على اغتيال سليماني أن الرد الإيراني كان عملية محدودة جداً ومنسقة بشكل واضح على قاعد عسكرية أمريكية في العراق 18 صاروخ أو إيش زيك وكانت في مفاجأة أن ترامب أمس الدعا بأنه كان على علم بأن الإيرانيين أخبروهم بالرد لكن بمعزل عن هذه أنه أخبروهم أم لا لكن إيران لديها حسب الدقيقة إيران لديها مشروع وعندها مشروع نووي وتدرك جيداً أنها محاطة بالقواعد العسكرية الأمريكية من كل مكان وأيضاً لديها تقدير دقيق لحجم القوة الأمريكية في المنطقة وأنا أقول لك أنه الشواهد كثيرة كانت كان هناك نظرية بتعرف من بداية الألفين أو 2010 تتحدث عن فكرة تقليص الوجود الأمريكي في المنطقة والتوجه نحو الآسيا باسيفيك والاهتمام بالصين وكل هذا وأنه نفوذ الأمريكي يقل وأمريكا تركت فراغات وانسحاب وانسحاب إلى ذلك الوقاعة تقول أن ذلك كان مبالغاً فيه كثيراً لا أريد أن أقول غير صحيح ولكن مبالغاً فيه وأثبت أن هذه الإمبراطورية المقصودة الأمريكية قادرة أن تعمل في الآسيا باسيفيك وفي الشرق وأيضاً قادرة أن تعمل في ذات الوقت في منطقتنا في الشرق الأوسط وبفعالية ولذلك الحسبة حسبة إيران كدولة مختلفة وحسبة حزب الله أيضاً هو حسبة حسبة دولة لأن التهديدات هي تهديدات للبنان طبعاً أنا لا أبرر الآن ولكن أريد أن أفسر كيف يمكن كيف آلية التفكير في المشهد ولذلك المفاجأة لدى البعض الذين كانوا يعتقدوا بأنه إذا ما دخلت غزة في حرب فأنه بالضرورة حسب الله وإيران سيدخلون ونعتقد أن هذا التقدير ليس دقيقاً لا أريد أن أقول خاطئاً لكنه ليس دقيقاً لأن الحسبة مختلفة أنت فلسطيني تحت الاحتلال أنت حركة تحرر وطني تستطيع أن تأخذ قرارك متى شئت كيف ما شئت وتضرب في كل وقت وهذا حقك فإن المقامة الاحتلال لا تحتاج إلى توقيت وتزمين وإن كنت مرة أخرى أقول أن حالة غزة مختلفة يعني تحتاج إلى حسابات مختلفة ولكن هذا لا ينطبق على الدول ولبنان دولة وإيران دولة وإن كان حزب الله حزب صحيح لكن حساباته حسابات الدولة حسابات البنية التحتية والغاز اسمح لي وأضيف إلى مؤشر آخر على أن السلوك الإيراني الحالي كان متوقعا أو مقرؤا من المراقبين في السنوات الماضية القليلة الماضية وفي ظل هذه الحكومة الإيرانية مجموعة من التسويات حصلت في المنطقة كان واضح أنها تسويات بين إيران والولايات المتحدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثلا ترسيم الحدود البحرية في لبنان هذا ماذا كان؟ بالتأكيد تسوية إيرانية أمريكية بمعنى أنه كان هناك موافقة من حزب الله على الحدود الحدود مع فلسطين حدود إسرائيل في شكل ما من أشكال الإقرار بأن هذه الحدود طيب الرئاسة الوزراء العراقية واستقالة الصدر وإحجامه عن الإصرار على ترشيح رئيس وزراء وما إلى ذلك ورئيس الوزراء العراقي واضح أنه كان نتيجة شكل ما من التفاهمات والتسوية طيب الشيء الآخر في موضوع الاتفاق النووي كانت الأخبار متواترة عن قرب إعادة التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الخمسة أو الخمسة الكبار وبالتالي كان واضح والتفاهمات الإيرانية السعودية السلوك في سوريا والبحث عن حل سياسي في سوريا كان واضح أن السلوك الإيراني في المنطقة وسلوك غيرها من الدول وهذا كان مرة لا يمكن تسليله في إطار كأن دولها كذا تتصرف السلوك الإيراني في المنطقة سلوك دول المنطقة كان واضح يذهب أنه باتجاه الترتيبات والتهديئة والتفاهمات والبحث عن تسويات طفان الأقصى أربك إيران وليس البحث عن حروب ومواجهات طفان الأقصى كذا أربك حسابات إيران في المنطقة فالأقصى جاء مفاجأا لكل الأطراف في المنطقة وحسن نصر الله عبر عن هذا بشكل صريح في خطابه وأصر وإن كان وضعه في سياق البطولة أصر بأن هذه العملية طفان الأقصى تخطيطا وقرارا وما إلى ذلك هي فلسطينية صرفة بمعنى لم يكن حتى استشارة ونفى أن يكون قد استشير في هذه العملية فضلا عن أن يكون علم بموعدها وبقرارها وبالتالي هو نفى أي علاقة لحزب الله والإيران ولكل أذرع إيران بالمنطقة بهذه العملية وأنها فلسطينية صرفة وبالتالي حمسوية صرفة وبالتالي هي فاجأة الاحتلال وهي فاجأة الإقليم وفاجأة الدول الصديقة أو الحليفة للمقاومة والمقصود إيران وإذرعها وفاجأة الكل ولعل هذا كان بشكل حقيقي هو واحد من أسباب النجاح الكبير الذي حدث في هذه العملية في أيامها الأولى هذا الاختراق لكل الجدر الأمنية وضرب المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لكن التحدي الآن أعتقد أنه أمام الفلسطينيين وأصدقاء الفلسطينيين وحلفاء الفلسطينيين كيف يعين الفلسطينيين على أولاً وقف هذه الحرب ثم الاستثمار السياسي في هذا النجاح الاستثمار السياسي في النجاح في 7 أكتوبر والاستثمار السياسي في إظهار مدى وحشية وإجرام هذا الاحتلال وأقصد بالاستثمار لصالح القضية الفلسطينية والفلسطينيين شكراً جزيلاً على اللقاء وعلى التحليلات والنقاشات والصورة العامة التي رسمتها للأفق السياسي الفلسطيني بعد معركة طفال الأقصى شكراً جزيلاً شكراً لكم شكراً شارك الحلقة مع أصدقائك شكراً لفريق العمل خلف الكاميرات ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم شكراً لكم